ما هو مرض السرطان؟ هذا المرض الخطير الذي يهدد البشرية والذي ليس له أي علاج فعال حتى الآن حتى نفهم الموضوع بشكل دقيق دعونا نؤسس بعض المفاهيم يتكون جسم الإنسان من أعضاء مختلفة التي بدورها تتكون من أنسجة الأنسجة هي عبارة عن مجموعة من الخلايا المرتبة بشكل معين حتى تستمر الحياة تقوم هذه الخلايا بالانكسام ففي مراحل النمو المختلفة أو عند تعرضك لجرح معين تقوم أحد الخلايا بالانكسام لتنتج خليتين هذه العملية حساسة جدا حيث يجب على الخلايا أن تقوم بالانكسام في الوقت الصحيح وبالطريقة الصحيحة لتنتج خليتين متطابقتين في بعض الأحيان ولأسباب مختلفة تقوم هذه الخلايا بالانكسام بشكل غير طبيعي فعوضا عن الانكسام إلى خليتين فقط تقوم بالانكسام بدون توقف لتنتج المئات بدل آلاف من الخلايا هذه الخلايا لا تجد المكان الكافي لها حيث أن الأنسجة تتسع العدد محدود ودقيق من الخلايا لذلك تبدأ بالخروج عن حدود النسيج والتكتل فوق بعضها البعض مسببة الورم السرطاني لكن كيف؟ كيف يفقد الجسم السيطرة على انكسام الخلايا؟ وما هي الأسباب التي تدفع الخلايا للانكسام بشكل سرطاني؟ وما هو العلاج؟ ابكوا معنا لتعرفوا كل ذلك أهلا بكم حتى نفهم كيف تقوم الخلايا بالانكسام يجب علينا أن نعرف آلية عمل الخلايا تتكون الخلية من العديد من العضيات تصغير عضو من هذه العضيات النواة التي تحتوي على سلاسلة طويلة وملتفة حول بعضها البعض من الحمد النووي المعروف بالDNA هذه السلاسل طويلة طويلة جدا أكثر مما يمكنك تخيله حيث أن كل خلية من خلايا الجسم تحتوي على مترين من الحمد النووي فلو كمنا بأخذ الحمد النووي من جميع خلايا جسم إنسان بالغ وربطناها معا سيكون طولها كافي لأن يصل الشمس ذهابا وإيابا 250 مرة لكن كيف؟ كيف يمكن لخلية لا ترى بالعين المجرد أن تحتوي على سلاسل طولها مترين من الDNA؟ هذا سهل فبنفس المبدأ الذي يجعلك تجمع مئات الأمتار من الخيوط في كرة صغيرة يمكنك حملها بيدك يمكن للخلية أن تجمع المترين من السلاسل في كرة صغيرة داخل النواف في الحقيقة الخلية لا تقوم بجمع السلاسل في كرة صغيرة فهي تقوم بجمعها على شكل مجموعات مكونة على شكل الحرف X باللغة الإنجليزية الذي يسمى الواحد منها كروموسوم وحتى يسهل التعامل مع هذه السلاسل تقوم الخلية بجمع المترين من السلاسل في العديد من الكروموسومات عوضا عن جمعها في كروموسوم واحد كبير ففي الإنسان تقوم الخلايا بجمع السلاسل في 46 كروموسوم ويختلف هذا الرقم باختلاف الكائن الحي الآن دعونا نرى مما تتكون هذه السلاسل لو أخذنا كروموسوما واحدا من هذه ال46 وقمنا بتفكيكه كليا سنجد أنه يتكون من أربعة حروف كيميائية تتكرر بشكل عشوائي وهي T والG والC والA حيث يرمز كل واحد منهم إلى مركب كيميائي فالC يرمز إلى السيتوسين والT إلى الثايمين والG إلى الاغوانين وأخيرا الأي إلى الأدنين هذه السلاسل الطويلة من الـ DNA هي ببساطة عبارة عن هذه المركبات الأربعة التي تتكرر بشكل عشوائي لتكون ما يعرف بالجين الذي هو عبارة عن مجموعة من هذه الحروف تكون الجينات بأطوال مختلفة بعضها قصير يتكون من أربعمائة حرف وبعضها طويل يتكون من ملايين الحروف تحتوي خلايا الإنسان على 25 ألف جين بشكل تقريبي ولكل واحد منهم وظيفته الخاصة فهناك جين مسؤول عن لون العين وجين مسؤول عن طول القامة وآخر مسؤول عن الصلع وبخصوص موضوعنا هناك جينات مسؤول عن تنظيم انكسام الخلايا فهي تحدد وتنظم أي خلية يجب عليها الإنكسام ومتى تنقسم وأن تنقسم عدد المرات المطلوبة فقط ثم أن تتوقف لكن للأسف لأسباب مختلفة يمكن لهذه الجينات المسؤول عن انكسام الخلايا أن تتعطل مؤدية إلى الإنكسام السرطاني بدون توقف لكن لماذا؟ ما الذي يمكن أن يجعل هذه الجينات أن تتعطل؟ الكثير من الأمور التي تسمى بالمواد المسرطنة كالسجائر والأكل المعلب والمشروبات الغازية والوجبات السريعة وغيرها الكثير لكن كيف؟ كيف يمكن لعلبة من المشروبات الغازية أو تدخين سجارة أن يسبب السرطان؟ سوف أبين لكم في بعض من الأمثلة نبدأ بالتدخين كلنا نعرف أن السجائر تحتوي على العديد من المواد المسرطنة كالنيكوتين الذي يستخدم كمبيد حشري والزرنيخ الذي يستخدم كسم والأمونيا التي تستخدم في تنظيف المراحض وغيرها الكثير الآن ماذا يحدث عندما تقوم بالتدخين؟ تدخل جميع المواد المسرطنة إلى جسمك كمادة النيكوتين مثلا التي ستذهب إلى الرئتين ومن ثم ستقوم بامتصاصها أنسجة الحويصرات الهوائية لتذهب إلى الخلايا المكونة للأنسجة هنا تبدأ المشكلة المواد الكيميائية لا يجب لها أن تدخل النواة لكن المواد المسرطنة لها تركيب خاص يسمح لها بالتسلل إلى النواة لتدخل إلى مركز العمليات الذي يتحكم بالخلايا وهو الدي ان اي لتبدأ بالتفاعل مع أي جين تجده في طريقها من الخمسة وعشرين الف جين وإذا لسوء حظك كان الجين المسؤول عن انكسام الخلايا أول جين تجده في طريقها ستتفاعل معه لتحدث ما يسمى بالطفرة وهي ببساطة كالتالي لنفرض أن هذا هو التسلسل للحروف المكونة للجين المسؤول عن الانكسام الصحيح لالخلايا إذا تفاعل مركب النيكوتين مع هذا الحرف على سبيل المثال سينتج عن هذا التفاعل تغيير هذا الحرف إلى حرف آخر وهذا كافي لتعطيل الجين مؤديا إلى انكسام هذه الخلية بدون توقف لتسبب السرطان في الرئى تخيل كم هي الخلايا حساسة لدرجة أن تغيير حرف واحد من المليارات والمليارات من الحروف الموجودة بين الأرض والشمس كافي لقتلك لكن لماذا لا يصاب بالسرطان كل المدخنين؟ ببساطة هي مسألة حظ ووقت فهناك من يسبب له النيكوتين طفرة في هذا الجين المسؤول عن الانكسام في أول سنة من التدخين مؤديا إلى السرطان بينما لمدخنين آخرين لم يحالف الحظ مركب النيكوتين ليعثر على هذا الجين بعد فهي مسألة وقت لنأخذ مثالا آخر وهو سرطان الجلد عند تعرضك الطويل لأشعة الشمس وخاصة في وقت الظهيرة سيتسلل إلى جسمك كمية كبيرة من الأشعة المعروفة بالأشعة فوق البنفسجية التي ستمتصها خلايا جلدك أيضا هذه الأشعة تمتلك شكلا خاصا يسمح لها بالتسلل إلى أنوية الخلايا لتدخل إلى مركز العمليات وهو الدي ان اي لتحدث طفرات أيضا لكن في هذه الحالة الأشعة فوق البنفسجية تتفاعل عندما تجد حرفين تي متتابعين لتغير التركيب الكيميائي لهما وهو كافي أيضا لتعطيض الجين المسؤول على الانكسام الصحيح للخلايا مؤديا إلى سرطان في الجلد لكن لماذا ليس لمرض السرطان علاج؟ في العادة للأمراض الأخرى كالمسببة من كبذ البكتيريا أو الفيروسات يكون مختصو الأدوية بتصميم مواد كيميائية قادرة على قتل هذه الكائنات فقط من دون التأثير على خلايا جسمك لأن لها أشكالا ومكونات مختلفة لكن في حالة السرطان مسبب المرض هو خلايا جسمك نفسها لذلك إذا قمت بتصميم دواء لقتل خلايا السرطان سيقوم الدواء بقتل الخلايا السليمة أيضا لأنهما كلاهما لهما نفس شكل والمكونات وهذا هو السبب الذي يجعل علاج السرطان معقدا جدا لكن ما هو الحل؟ هناك بعض الحلول التي تساعد ضد السرطان لكنها تعتمد بشكل كبير على المكان المصاب وحجم الورم فكلما تأخرت في اكتشاف السرطان أصبح حجم الورم أكبر وأصبح علاجه أصعب فإذا تم اكتشاف السرطان في مراحله البدائية سيكون بإمكان الأطباء استئصاله عن طريق الجراحة وإزالة جميع الخلايا السرطانية لتنتهي المشكلة لكن إذا تم اكتشاف السرطان في مرحلة متأخرة سيكون الورم قد انتشر في أماكن كثيرة ليصبح الاستئصال مستحيلا لذلك يلجأ الأطباء إلى الإشعاع وهو تعريض مكان الورم إلى أشعة قادرة على قتل الخلايا لكنها للأسف تقتل خلايا السرطان والخلايا السريمة لذلك ستكون حياة الأشخاص الذين يعالجون بالإشعاع صعبة وإذا كان السرطان في مراحله الأخيرة وقد انتشر في جميع أنحاء الجسم بواسطة الدم سيلجأ الأطباء إلى العلاج الكيميائي وهو إعطاء مواد كيميائية قادرة على قتل الخلايا السرطانية والسليمة في نفس الوقت لذلك نلاحظ أن المعالجين بالعلاج الكيميائي يفقدون الكثير من وظائف الجسم وخاصة خلايا الشعر لأنها حساسة جدا وتموت بسهولة لذلك أعزائي كونوا حريصين جدا في أكلكم وشربكم وطبيعة حياتكم بشكل عام حتى تكونوا بعيدين عن هذا المرض الخبيث شكرا لمشاهدتكم إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر أعجبني ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد